موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام أصدقائي الشباب في الحلقة التاسعة من برنامج مع الشباب هذه المرة في عاصمة ولاية أدرار أطار لين تعرفوا الليلة على اهتمامات الشباب في ولاية أدرار وعلى مساهمتهم في التنمية المحلية والحفاظ على البيئة وطبعا لنقاش هذا الموضوع المهم نسعدنا أن يكون معنا المندوب الجهوي المساعد لتمكين الشباب والرياضة والخدمة المدنية سيد محمد عبدالله إبراهيم الطفيل أهلا وسهلا وأيضا رئيسة لجنة الثقافة والشباب والرياضة جهة أدرار السيدة حياتي من تبوه وأيضا معنا السيد سليمان صنبلو توري استاذ التكوين المهني بأطار وأيضا رئيس الشبكة المقاطعية لجمعيات الشبابية في أطار ومكون ومؤطر السيد الشيخ للفروي هذا أيضا بالإضافة إلى الجمهور الشبابي نخبة من الشباب ولاية أدرار في مدينة أطار حاضرين معنا الليلة بالإضافة أيضا إلى ذرقة أطار للفنون الشعبية برفقة عازف النيفارة محمد والمحمد العبد سابقنا بدون مشاهدين الكرام حلقتنا حلقة برنامج مع الشباب في أطار خلونا نتابعوا التقرير التالي تعدد اهتمامات الشباب في ولاية أدرار بتعدد الأنشطة والتنوع المجالات الحيوية بالولاية ويأتي التشغيل والإدماج في سوق العمل في صدارة اهتمامات هذه الفئة إذ ينشط شباب الولاية في مختلف المبادرات التي من شأنها تأمين فرص العمل والتكوينات التي تساهم في صقل المهارات وتعزيز القدرات التشغيلية لديهم كما يظهر الشباب اهتماما كبيرا بريادة الأعمال حيث يعملون على إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة كما تشغل الأعمال الاجتماعية والتطوعية حيزا هاما من اهتمام هؤلاء خصوصا تلك المتعلقة بالمشاركة في الحفاظ على الوسط البيئي المميز لأدرار في وجه التحديات البيئية المطروحة هي مجموعة من المجالات التي تمكن من تلخيص مجمل اهتمامات الشباب وتظل مطالب الإصلاح وتعزيز الدور الريادي للشاب حاضرة خصوصا في ظل التوجه العام الذي يهدف إلى تمكين وإشراك الشباب في صناعة غده فإلى أي حد استفاد الشباب في ولاية أدرار من المبادرات التشغيلية والتكوينية وما هي أبرز الإسهامات التطوعية التي تم إنجازها بعد ما تابعنا هذا التقرير نبدأ هذه الحلقة والرحب بالمندوب الجهوي المساعد لتمكين الشباب الرياضة والخدمة المدنية سيد محمد عبدالله إبراهي مرحبا بيكم سهلا بداية طبعا معروفة ولاية أدرار بعلنها ولاية معروفة في الياحة معروفة في الراعة وأيضا التنمية وأيضا الكثير الشباب هم طموح نرى لشين هي اهتمامات الشباب اليوم شباب هذه الولاية شين هي أبرز هذه الهتمامات اللي تتاغل الشباب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم بعد يذي بدأ مرحبين ببعضة التلفزة الوطنية وشاكرينهم على هذه الزيارة وفي طار هذا البرنامج مع متميز حمزة علال شكرا مع الشباب ومرحبين بيهم ذانية بسم شباب ولاية أدرار وهذه الليلة المتميزة الليلة القمرية في منهج موسم القيطنة ولاية أدرار الليلة كانت ممتعة وخاصة بالنسبة لمجال التنمية المحلية اهتمامات الشباب في التنمية المحلية نختار أن نعرج على تعريف التنمية المحلية اللي هي عبارة عن عملية اندماج بين النشاط السكاني والمجهود السكاني المحلي والتدخلات الحكومية في شتى المجالات سواء اقتصادية أو اجتماعية من أجل الرفع من المستوى القائم في هذه الحالة وبالنسبة لولياء أدرار اهتمامات الشباب في هذه المجالات المتنوعة الخاصة بالولاية سواء في المجال السياحي في المجال الزراعي وكذلك في المجالات كاملة أول اهتمام لديه هو هاجس التشقيل الأمن الوظيفي وهذا الأمن الوظيفي ما يقدر يتحقق ما هو من خلال مسلتين المسلة الأولى هي وجود مستوى تعليمي والمسلة الثانية هي وجود تدريب وتكوين لتأهيل الشباب لشقل وظائف لشقل الوظائف كذلك نقطة ثالثة وهي العمل على إنشاء إنشاء فرص تشقيل متخصصة ومتنوعة في جميع المجالات التي تمس الولياء نعم سنعود إليك وشكرا على هذا التوضيح وعلى هذه النقطتين اللي ذكرت لأن الهاجس طبعا الكبير لدى شباب ولاية أدرار وطبعا جميع ولايات الوطن حكما يتقطعون في هدف واحد وهو التشغيل لهي ننتقل شورك سيدة حياتي من تبوه رئيسة لجنة الثقافة والشباب ورياضة جهة أدرار هذا الاهتمامات أو التشغيل خلينا نقول لك من ترى ش مفتوح للشباب من فرص من ترى كان فيهم استراتيجيات لا هي تعود إن شاء الله في المستقبل القريب تواكب هذا الطموح والله هذا الهاجس اللي عند الشباب من ترى كان الشباب لهي هنا ولاية أدرار من ترى كان ولاية أدرار فرص تشغيل ميسرة طبعا تمكنوا من تحقيق الأمان الوظيف بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين حياتي من تبوه مستشارة بجهة أدرار بالنسبة للشباب ككل وخاصة في ولاية أدرار طاقة حية ما شاء الله الشباب الولايات هناك إياها عنده فتبارك الله فكار العمل وفكار التطوع وفكار أنه يعمل تنمية الولايات بالنسبة للجي تأدرار ساعي ألف ذاك بها طلقة عدة مشاريع تستهدف الشباب وتستهدف مشاريع جماعية للشباب وقيد الإجراء ورك بها تعدل معهم رقاءات وملفاتهم من طرحة ما هي طبيعتك المشاريع سيدة حياتي؟ مشاريع فيها مشاريع مدرة للدخل كيف النقل وفيها مشاريع للتنمية كيف فيها مشاريع تخدم الشباب من ناحية الزراعة الجي تأدرار كونت عن طريق وزارة الزراعة مجموعة من الشباب اللي متخرجة من مركز تكوين المهني هون في ولاية أدرار كونت مجموعة من الشباب طاقة متكاملة للزراعة وكون على ذلك الآلات الزراعية اللي جات من عند وزارة الزراعة لولاية أدرار هي هون موجودة عند الجيها وتخدم التنمية وتخدم زراعة بالولاية لكي بمتكامل تكون عن طريق الوزارة وحالا جاهز لفترة إن شاء الله الزراعة اللي قريبا إن شاء الله مع مواسم نمطة لك الآلات اللي يبدوا يشتاقلوا مع ذوك الشباب اللي يكون بالنسبة لذوك المشاريع اللي طرقت الجيها ذيك 56 مشروع اللي تستهدف كل مشروع مستهدف مجموعة من الشباب وقال له أدرية الشباب أول حد مستهدفته خريجي المركز تكوين المهني اللي هون يعني لك عندهم الأولوية عندهم الأولوية لك عندهم الأولوية أولوية بالنسبة للجي تادراء والشابات اللي ما ساعدهم الحظ اللي يمشوا تابعوا قرايتهم في مركب الولاية لظروف معينة اجتماعية معروفة لكي مولي مستهدفتهم ومستهدفينهم هؤل المشاريع وبالنسبة للسياحة الولاية خصوصية تحكي قلتوا السياحة نبقوا لهم تكونات مولي على الفندقة والاستقبال واللوقات المركز التكوين المهني لهون نعم خاصة لللوقات يا الله والشباب ينطرح البلاد عنخ فيه وحدين يخصهم يتكونوا لللوقات دورنا رجبو لك سيدة حيات وكثير من الشرح حول هذا الموضوع رحبوا بسيد سليمان صنبلاو توري أستاذ التكوين المهني بأعطار مرحبا ديكو السهلة نختاروا نعرفوا شنه طبيعة هذا التكوين اللي يعدل لشي اللي تعدلوا للشباب هون واللي تلقاوا شباب وليد أدرار شنه طبيعة هذا التكوين وشنه يمتوا ومن درشنه إقبال الشباب أيضا عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مصلي وسلم على سيدنا محمد من بداية الشارك نشكر التلفزي ونشكر هذه الحلقة أول مرة تعدل بأطار لتمكين الشباب ظاهرنا بن الرئيس قال بن معدل شن قالوا للشباب تمكين الشباب وليه ظاهرتنا أول مرة تعدل هون مقابلة مع الشباب مدينة أطار ومن واحد من بوادي تيارة هذا هذا الجو الزين ووجوه هون شباب معطرين وباهمين ويدوروا تمكين الشباب حقيقية وأنا أستاذ بالتكوين المهني نعم التكوين المهني كان أصلا هون سنتر سيب إبي جاهن من نفسان كترون كترز الوتسعمية روعة تسعين وبي جميع التخصصات بي ميكانيك اللحامة الكهرباء وبي الطبخ وبي طاقة شمسية وبي السياحة وبي الخياطة وبي النجارة وبي الزراعة والبين ستة نعم طارات الدولة قدلت من سنتر ينقال له تكوين المحاضر وخريجي للمحاضر الناس التي تخرج من محاضر تتكون في سنتر من ذلك عد 2016 ندمج هذا السنتر عد سنتر واحد وأطار من أكبر سنترات في أكثر تخصصات في موريتانيا نعم أطار مركز تكوين أطار في جميع تخصصات لدينا 12 تخصص موجودون في أطار وعندنا تخصص لدينا المراحل الابتدائية كيف حالك كيف حالك كيف تعочوا الناس كان يتخل في العمل لدينا الكب كيف حالك تقريب أن تحميل السابق ، وتعالى كل المساء هناك سحلة الشديدة ويقال هل تقوم ببائد جزيلاً أشد من س losing سنهاد جزيلاً؟ ونحن نعرف اليوم في العالم الأبواد ومع ذلك العربة ومنذ بكاتنا توجد نجارة في دولة ونعربي جزيلاً هنا من اللجهة يمنط في العالم في عالم الأسفيد ، وجد الكثير من الصغير او سودير متخرج من نفس يعني قطوا استفادوا هما اصلا عادوا 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 بورشاتهم عنهم مشاريعهم الخاصة عادوا مشاريعهم خاصة متسبادين حتى مولي قار هون شمي الشباب يختار اللانين المركز سانتري كان يجبار يشغل في الشركة سانتر تكون سانتر مفهوم اما اما تشغل في الشركة فرد انتبال عندك شي من درا كان كنتم اسمح لي شوي هون نقطة مهمة نختار نقولها لك سيد سليمان من درا كان عندكم تومة في المركز اتصال مع بعض من ارباب العمل الشركات من اجلع لكم الخرجين يقدوا يجبروا ماذا لن تكوين والاستاج في هذو المؤسسات والاستاج في هذو شرايك بالنسبة المدينة تاتار ما بي شرايك ما عندنا شرايك عندنا لازنتر بريز كوم لازاتليه واكثر الناس هون تعدل للا فرماشون والاستاج سودير اللحمة والمكانيك والكهرباء وبلومبيري بي عندنا هون واحدين عندهم الديار يعدلون هون سباكة سباكة نعم هونو اللحم عندنا هون شرايك قار تطور الوزارة وارك عندها لا يتعدل الناس اللحم تخرج تود عندها شرايك تم تتعدل في للا فرماشون اللي وارك الواحلة في الوزارة وارك عدنا عادنا عندنا وزير التكوين المهني والسناء التقليديين والحرف والحرفيين اصلا كنا تابين لتشغيل وارك عندنا وزارة تامة معنا بالاجال لا يخلق شنقالو واجاد حد تخرج يعدل الاستاج نعم يعادل كونكور يدخل بالشرايك طار انا موسط الشباب هون هون دمتي ما اللي اشغلت في الشركة ولا ما اشغلت في الشركة تتنفع بها يعني فم حرف يقدرقاج يتعلمهم ويعودوا قاع راس مال لهو الشاب شنو مولك حرف وعندنا نقطة يكي واضحة نعم نين تدخل مدينة تطار بلدين قال مرسل غيره او مش من سناء التقليديين والحرفيين عندهم دمتشي عندهم انك ها انك ها انك كود تتريكلات متخرجين في واحدين من تخرجين من سنتر واحدين منهم غيرين تو متعلمون سيدة و Neoجن 98 التذيار المدنيين انا هذه الأشخة أشغلية مهم يتقليد تكون عيون الت Hawkلاك نعم تكتليد تقليل يترجم barrier فم見 ثلث لا يس richtig انتناGB و اللون metropolitan سندس وًا جرهم بالناسبس Attack button ما هي جيدة للمشاهدة لتمنى التي يتحدث عن المعراض لأمانك امسان هناك مبني القناة في منصال الرسمية ورئيسة ثمه يتحدث أي جيدة كثير من السخم اللقاء يتحدث عن الجهاز ويشفاء المطاف يقولون أن هناك مبنائة الجميلية في الناس المحتمين لتقدمت امساني تقدم أن هناك الإستقبال في هذا الناس لن نرشهو لك شعول الله نحن سيد سليمان سنبل وهو توري واستاذ التكوين المهني في أعطار رحبوا معي برئيس الشبكة المقاطعية لجمعيات الشبابية في أعطار السيد الشيخ ولي الفروي مرحبا بكم وسهلا مرحبا بكم أهلا سيد الشيخ نختار ونعرفوا ما هو الدور القايمة بهذه الشبكات الشبابية في تعطير الشباب وفي تكوينها في تكوين الشباب حتى أن في توعية الشباب على الحياة المدنية وعلى الثقافة وذوق الأمور مرحبا بكم وسهلا أولاً شاكرين تلفز الموريتانية على هذا اللقاء في الفرصة ومرحب بجميع الشباب اللي موجودين هون معروفين في الدشرة ووجودهم هون قاع يجاوب السؤال اللي قاعد نختير ونقول علن جمعيات شبابية خالقة مثلة تستوعب هالناس علن للين قالوا ملء الفراق ما دقد تعدلوا الأسرة ولا يقد يعدلوا مؤسسة ما يقد تعجلوا معه الجمعية الشبابية إذن فهم وقت ثالث مهم جداً للشباب يا الله يملأ ذاك الفراق بهذه الأمور لا يتقول ذاك الفراق إليه ما يمثل وزرورة وذني زر إليه يمثل يكرد الزر السليم لهو يعود محكم عن المخجرات يعود يعرف بين الصالح والخاسر ويملأ فراقه بشي مهم وني ما يمثل ذاك الفراق يكرد الزر الأخر اللي لا قدر الله نقيس به ياسر من المتهات ويخسر حياته هذا مهم ونعدلوا قدر من الأعمال التطوعية اللي مهمة من نوافة المدينة من تأطير الناس ومن تنعاتلهم المسلكيات الدارة اللي ما يالله تعدل ونعدلوا ياسر من شي يا قير في الحقيقة أيد واحدة ما تصفك نختيره نعم منذ المنبر أعلن جهات العليا تقض والله تعطي أوامر أعلن ينقض شور القاعدة وإياك يجابر مع الشباب وينعرف مشاكله وينعرف تطلعاته من أي شي لا يعدل لا بد أن توعية لا بد أن توعية واستشارها حتى نتكلم معها نعم المهم أعلن الشباب هو ركيس المجتمع معناها هو أظهر كل شي ذاك الظهر ما دام معروف له شي ومستقم وماشي بطريق صالحة ما في مشكلة وين ذاك الظهر يمتس من جيهة لا قدر الله يخلق شلل من جيهة ولا تخلق عايق ولا يخلق شماء شكرا جزيلا سنعود إليك تحية كبيرة الآن مشاهدين الكرام أصدقائي الشباب وصلنا معاكم الفقرة ضيف الشباب بعد الفاصل والآن مشاهدين الكرام رحبوا معنا بفرقة أطار للفنون الشعبية برفقة عازف النيفارة محمد والمحمد العاب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 بلدي وناشر شبابي من تجمع شباب أدرار أهلاً وسهلاً بك في البداية نشكر التلفزة الوطنية على اللقاء الحقيقة اللي سابق عن شكله به اللي دائماً كنا هون محرومين دائماً هون محرومين من نفتحنا المشال نتكلم عن واقع الشباب الحقيقي اللي عاني منه الشباب ولاية أدرار بصفة عامة ومقاطعة أطار بصفة خاصة وهو اللي نتكلم عنه وريك في المداخلة وبالمناسبة نختير نقول مملي أعلن فهم مبادرة طيبة نفات وقدمت الشباب الولاية هي أعلن رئيس المجلس الجهوي لباننا طلب وجابر معنا مدة عشر سوايا عفريقاء متواصل واستمع الحقيقة لمشاكل الشباب اللي طرحنا عليه واستجلها واسعى الحقيقة وساعفة على أن حال حالها قدر على الإمكان اختير نقول أعلن شباب الولاية هون اللي تعود حد يبقي يعرف واقعو شنه يخرص اقتصاد الولاية اللي العكس عليه جابا والله سلبا الولاية عبارة عن ولاية وحاتية زراعية تحت الوحات وولاية سياحية من ناحية الزراعة الولاية ضربها جفاف من 2006 إلى 2017 وياسر من الناس اللي كان في الوديان وكان في البلديات وفي المقاطعات الفراق ذاك اللي كان عنده من خاله والله تأثر حتى ووقفت الزراعة عنده وجل مقاطعة عاصمة الولاية الشباب هون بقي ما هو واحد في الشيء ذاك اللي كان أصلاً لا الزراعة ولا السياحة وعادت عنده مشكلة التشغيل وهاجر الولاية ما يبقى فيهم للشباب ما هو أرواق يجين عدوا لأروس الأصباع مقارنة معنا كان في أبقاء تقريباً لا ولاية العليات والشوابين والله شي من الشباب يعود عنده شي من الشوابين ما يقدر يحرك عنه الشباب مشكلة المطروح حاله مشكلة التكوين ومشكلة التشغيل ومشكلة التمويل ثم برامج عند الدولة شفناهم عادوا يعدلوا موجهين خاصة اللي علنوا عنها رئيس الجمهورية أمالنا فيها كبيرة قلنا نختير ونقولوا عنه يا الله الشباب الولاية يتم يشراكوا ويتم النقاش معاه وتم يفتيحوا المجال على أنه يعبر عن ذلي دور ويمولوا ويسهلوا ملي طريقة التمويل شكرا شكرا وصلت الفكرة شكرا جزيلا لك تحية كبيرة المتكلم محمود أحمد شعب نشط في المجال الجمعوي في ولاية آدرار وعضو ناجل علا لمدح السيجي الوراء وصانع محتوى أيضا محلي مرحبا بيكم سهلا في ولاية آدرار أولا شاكرين قناة الموريتانية على هذا اللقاء لعدرة ليلة مع الشباب ورانا مرحبين خاصة بالأخ حمزة شكرا لك شاكرين طاقة ممولي الحلقة لنطرح سؤال هنا على السيد المند المستشار أيضا نختير سولهم عن شنهي الاستراتيجية اللي قابلة المندوبية والاستراتيجية اللي قابلة جهة آدرار لمصطلح تكوين الشباب نعم خاصة خاصة بعد تكوينهم عنهم يا الله يعود متوفر لهم تمويل لا هي ساعدهم في بداياتهم شكرا بسم الله الرحمن الرحيم متكلم محمد العمين رئيس الجمعية الشبابية للثقافة والتراث أمين العام لأفسي أطار أولا شاكر التلفزي على فتاح الفرصة أهلا أطار معروف المجالات معروف السياحة زراعة والحجارة التركة ما اسمعه أنا واحد من الحجرة والناس خرجوا ويطروا ويطروا الحجرة الحمد لله قرروا للتجار وتقرروا للشباب ويطروا الحمد لله لا يقول اعلن هذا ساعدر الموجود في أطار اعلن يا الله تم تخرجين يا الله تم ويمر وعدين سوق عمل موفا أطار اللام بين تقرع وإما أفصان اللام والخالب والله وعدين وعلى نص الشباب كامل هاشفر الشاقل أنا قايل لان براي اعلن الوزارة ما هي باخل مشوارة من التكوين الحمد لله عادوا الجمعيات اجتفادوا من مبالغ مالية كل سنة تعطي من الوزارة للتكوينات والنشاطات الشبابية والجهة أنا قايل لنمكين نستهدات على المرض في الشباب مشاريع اللي طالحة حالا هم اللي قال لنا نحن من نحن شباب يتخرج مستنطر ولا عنده شي جيهة رأي نوجه للتحية من هذا المنظر على أنهم كيف انها تواصلت للصيف اللي تشقل نحن به هاي واركات الوارشات اللي حامة وهذا المقسلات اللي يتعطي وهذا ووات اللي يتقسم وهذا هو اللي لاهي يجيب نحن عندي سؤال اللي ينوجه للمشتشارة فضل سرعة واحد لا ينسوه لأنت المشارع اللي يمر السلام عليكم شكرا شكرا نقاري ومعيش عمد سراود نائب رئيس جمعية نعم الحياة ووسيط مستقص السلام في وليت ادراء أنا نختار أولا نشكر كمتما نشكر برنامج مع الشباب بيوصل مشاكل للشباب ووصل مشاكل للشباب للأطر وشاكل الطاقم تصوير نطرح هنا مشكلة وقعتنا في صندوق المهني أنا سنتين تخصص المتناص بيوصل وشراع معدات الإلكترونية نطرح سنتين نحن لا نظري لا نرى تطبيق حج يقولون أن لا نرى أحد يقرر لا نرى أحد طبق لأن ما بين الشباب والنواة والشباب هو الطاقة والذي يقوم بالتنمية المحلية لا نريد أن نحن من مولدات الطاقة لا نريد أن باطري لا نريد أن يقوم بطاقة هو المندوبية والجيه الذي لا يعمل عليه حقيقة نريد أن نريد أن يكثف جهود أكثر السلام عليكم ورحمة الله اسم محمد لله رأينا شكركم حتى لقد قلت أحزائكم الله وخير شكرا شكرا أهلا بك لقد حدنا نحن لدينا بعض أخشكرا الشكل التكوين على بيتي وإن اخري نحن أقول لكم شباب لا أعلم بيتي أو بيتي أو بيتي أخير خارجني رأي طموحات بيتي أو بيتي ورأي اختيار عدل رواية أعلم أنا قلت أني أهلا رواية أفهمت؟ مشكلة دعمها مني. أفهمت؟ لم يتوفر. أولا سألنا عنه. أفهمت؟ نختار دولة خاصة تنجيات المعنية. تمكن الشباب الوسائل. تفتح باب أكبر من الباب الفاتح ناركاتية. أفهمت؟ تبدل مجهود أكبر من ذلك. نعم. باش يفضل الشباب وجود ونعطل أن نقدر من السؤولية. وتسوى جزاكم الله. شكرا. اسم زينبونت محمد محمود. رئيسة العامة للجمعية الإبداع والتنمية المواهب. وحد الخرجين من سنتر. أنا اللي عندي هنا تياه من التعالق. حسب ذا كامل. أن الشباب يقرأ. وفترنا بين القرائنين. بلاقنا منها. يعدلنا بالقول. يقار أنا نختار هنا تياه يخلك شيء نقاله الدعم. الدعم هو المتطلب الأساسي اللي قاعد نحنا الشباب اللوذولي. نحنا نقرأ وفترنا وعدنا المجهود كامل حتى نبذلنا المجهود. الله لك أنكم قالتكم المواكبة. مواكبة والدعم نعم. قالتنا مواكبة. فهناك دعم نفسي عندنا نحنا كشباب. بين اللي عندنا طموح عندنا دعم نفسي. يقار هناك دعم ماجي. لا بد من السياسية. الدعم الماجي لما هو المستخرج اللي تخرج سنتر للشباب. قد يعد ما هو لاحق مستوى اللي طلبية الشاب. يقير يعود فما تياه شين قالوا. يعني السنتر يعود عنده فما تياه. اتصال بلجم الشرايك والله المسائل اللي هما يكونون عليه. يعني نحن يخلقوا فراس عمل. هي خلقوا فراس عمل. كنا نظركات تقريبا نتخرج من المطبخ. المطبخ هذا الناس. عارفة أنه كامل أنه ما استبعانه أي دار. مطلوب. مطلوب. نعم. ما عنده قيمة عنده ناس. ما عنده شهادته. يقر ما رينا له طريقة اللي نقدو نشتغل بيها. إذن وصلت الفكرة. أتساري من المقام باش رئيس منظمة شباب أدرار للعمل تطوعي. مرحبا بيك و سهلا. أعلم بكم. من خريجي التكوين المهني سنة 2005-2006. ونختار نأكد لك على التكوين المهني شباب أدرار لمنه كامل. مال حق بك خاصرك رأيتو خاض على التكوين المهني. من أنت اللي تخرج شباب أدرارهم. أدرارهم 80 أو 90% خاضوا على التكوين المهني. واللي جبال له فايدة واحد ولا 2%. والناس اللي تخرجت منه شهاداتها. ما زادت ريش اللي أدرار حتى فتيا. نتوجه للمندوب. سيد المندوب الجهوي المساعد لتمكين الشباب والرياضة والخدمة المدنية. سيد محمد عبد الله إبراهيم الطفيل. طبعا تجيب على هذه الأسئلة. وما مستحضر منها تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على نبيه الكريم. شكر الشباب على هذه المداخلات القيمة. واللي جان من السيدة فيها سؤال عن قضية الشباب اللي. ما عنده مستويات علمية جامعية. والله تأهله لأنه يعود عنده شهادات علمية. تأهله للولوج الوظيفة والمشاركة في المسابقات الوطنية. ما هو حل هذه القضية؟ هذه القضية عندها مسار. قضية التكوين والتدريب. الوزارة عندها استراتيجية وطنية للشباب. هذه الاستراتيجية الوطنية هي عبارة عن لب وخلاصة مطالب الشباب. بها اللي تمت عن طريق لقاءات شبابية على مستوى الوطني. وكان من ضمنها أنشطة للتكوين والتأهيل. وكان من المطالب كذلك إنشاء فرص عمل مختلفة. وهذا التأهيل والتكوين والتدريب. التدريبات المكثفة والتكوينات هي اللي من خلالها يقد الشاب اللي مستواها العلمي متواضع. يقد أهله ذاك على أنه يعود عنده فرصة يتلائم مع متطلبات سوق العمل. بما يخص السؤال الآخر. قضيت تعطي الميكروفون لو سمحت لسيدة حيات. سيدة حيات طبعا ياسر من. هيا نرجع لك سيدة المندو. تجاوب على واحد من السيلة. سيدة حيات فهم سؤالي تحدث عن. ما فهم مثلا مشاريع لك هي جذابة للشباب. مثلا مشاريع تحاول على أن تعطي للشباب نوع من خلين يقول لك. ليقبال على هذه المشاريع. قال مثلا خلقوا مشاريع قروض كذين. الشباب يقول لك أح هذا لا يعود الله كيف تهذا. واضح. السلام عليكم مرخة. أنا بعد أن أختاري الشباب يعود يعترف بالجميل. يعود يقر في الخير. شوفوا. من قد التسرر المدرسي اللي كنتم تكلموا قبل عين شنه. شنه عقوب تحد تعرض للتسرر المدرسي. هذا السنتر نتكلم لكم عنه هذا مفتوح أمام الناس اللي ضحايا التسرر المدرسي. وحد جبار التكوين المهني وعاد هو عنده مهنة خاصة به. ما فوقها ربح. ما يقول أنا جبارت الشهادة وطرحتها ولا اشتقلت. هذا حد يحمد مولانا عنه مفتوح قدامه صانتر وفزر وقريب منه. ولا يجو يتكون على مهنة وتعود خاصة به هو. عندهم اللي تمويلها مطروح قدامه. عندكم مشروعي مستقبلي. هذا اللي يمول مشاريع الصقيرة. مهنتي خاص مهنتي. ومرقلكم توم الشباب. ومشروعي مستقبلي. ومشروعي مستقبلي فيه تعرفوا عنه. التمويلات المولية المشاريع الكبيرة. اللي بلافوها خبس ملايه. هذا معدلت لكم الدولة. وفيه مشروع للشباب خاص بالشباب الموليكي مهنتي. نانو انقالوا نانو بيس. وفمنانو العاجي قعل اللي اللي عليات هادو اللي. فاتوا تقدوا السن منهم تبقي تفتح طابرة ولا تفتح شي. مفتوح قدامكم. ثم اللي تقولوا نحنا نقراه ونطرحوا شي هذا. نعم. وبالنسبة للشي تادلار فات عدلكم تكوين هون. على تسجيل على مشروعي مستقبلي على بلاتفورم. اللي وعدل عن بعد. وعدلت في لاي تادلار كان ما استفات منه خمسمائة شاء. كلها كان يفوتوه المشاريع ولا يعلم بيهم. وعدلت جولة. أنا قلت مشيت فيه قابل معي مكوين. وعدلنا تستفات منه خمسمائة شاء براي عندي لوائحهم. اللي جيرك تماها بقا. وعدلنا لهم كل مقاطعة. كونا فيه شباب يعدل لهم التكوين تسجيل على بلاتفورم عن بعد. معناها عنكم توم الدولة. نعم. سيدة حيات. سيدة حيات. ماذلا. نحنا متكلمين ذا اللي فات مضاره ومضى. المشاريع اللي فاته خاله وشباب. نعم. نعم. نحنا نختاره ونعرفه شنه الآفاق المفتوحة على قدام الشباب. الآفاق المفتوحة على قدام الشباب. مدراه يكان. شوف. هاي. نسوي لك سؤال حياتي. في نفس السيار. مدراه كان هاي المشاريع اللي فاته عددته ودرسته. وشفته اقبال الشباب. اكيد فهم اخطاء. وكيد فهم مسائد خلقوه. مدراه شنه التحسينات. اللي لا يتطرر في هذي المشاريع. لديك الشباب كامل يستفاد منها. اختارك جاوبين على السؤال اللي يجاوبين على لبدو. لا يجاوبك. أنا بذلك. أنا اختار الشباب اللي عادقا ما شاف بصيص امل. نعم. وقيد عنده الامل. ولا شقال شاف بصيص الامل. هو نقال له عن هاي المأمورية مأمورية الشباب. والمأمورية السابقة تحضير المأمورية الشباب انطلاقا من مشروع مستقبلي هذي كنت نشرح المخبار. وانطلاقا من اه اه مجلس العلاق للشباب. وانطلاقا من هاي المشاريع المدرة للدخل للدزاجة المطروحة لهم كل بلايدة قلت لك ما شافوا مباسس الأمل يعود عندهم الاسبوار خالق شنقال والإحباط معدلوا شمن الشباب للشباب يعقزوا فكري عن طريق التواصل الاجتماعي ما يا الله نصيح بنا الصيدح فيه ولا يا الله نعودوا خاصة من الليمان قاعد ما عندنا ودموع ظهر كشفت جي تادرار حالا عند هاي 56 مشروع الفتش راحتكم قبل اللي كمشاريع أولية ما خلقت عن دراسة خلقت عن تواصل مع الساكنة مع طلبات الساكنة ومستهدفة بهم ولماذا الشباب كيف قلت لمقبلات إياه نعم لا هين نعطوا الكلمة للمندوب مرة أخرى لا عاد فهم تعقيب على ذلك منذ رأي كان المشاريع اللي جاية منذ رأي كان هاي تعود أكثر جاذبية للشباب وهذه حالة الإحباط اللي يتكلم عنها بعض الشباب منذ رأي ما فهم تذكير للقضاء لهذه ظاهرة الإحباط بعض الشباب محباطي يقول لك أحذمان لين اختروا تعطينا تفصيل حول هذه النقطة لو سمحت بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبيه الكريم بالنسبة لشخصيا أتفهم طموح الشباب وشجعه على الطموح وأرى أن هذه الفترة وهذه المرحلة القادمة إن شاء الله وتعالى تدعو الكثير من التفاول في جانب الشباب وخاصة أن الحكو سيد فخامة رئيس الجمهورية إنشأ وزارة خاصة بالشباب وسمىها وزارة تمكين الشباب والرياضة والخدمة المدنية وتمكين هذا مصطلح ما قوى منه مصطلح تمكين الشباب تمكين الشباب يعني هذا اللي قالوا كاملين وذال يدوروا كاملين وأن الدعم ما تلعود على ذيك المستويات اللي يدوروا وهذا فخامة رئيس الجمهورية أكدوا في خطاباته كاملة وأكد عليها على أرض الواقع إذن ستكون هناك نقلة نوعية في مجال تمكين الشباب أكد عليه على أرض الواقع وبسط ذيك الأمور كون ذي الوزارة تذكر في اللايحة التعينات على رأس الحكومة وقبل الوزارات السيادية وزارة العادل والداخلية والدفاع وفي البروتوكول جلوس مجلس الوزارة القضية واضحة وفخامة رئيس الجمهورية أكد عليها في خطاباته وأكد أن ذي الوزارة أنها على غرار تأذر أن لا يتعود تحت تصرفها أموال معتبرة ودعم مادي ومعنوي الدعم المعنوي شفتوه ذلك واضح في جميع الأمور والدعم المادي في الطريق قريبا إن شاء الله وتعالى وذلك أنا أدعوكم للحلم أكثر والتشوق أكثر وأن إن شاء الله وتعالى الآفاق أمامكم مفتوحة وذي كل الأمور كاملة التي تسعاولها وترجوها إن شاء الله وتعالى الدور تتحقق شكراً شكراً جزيلاً إذن لا هنا ننتقل لشور سيد سليمان صنبلاو توري أستاذ التكوين المهني بأطار طبعاً اسمعنا بعض المداخلات الشباب هون قالوا عن التكوين عنهم هما يتكونوا سنوات وسنوات بعضهم يقول عن ضاعوا لقع سنوات في التكوين وأن تكوين ما شابوا أكيد أنت سمعت هذو المداخلات شنو ردك عليهم والله لا يجاوب بتسمعتون مداخلات ياسريم التكوين المهني يأتون واحدة وارك كانت عدل منتناس انفورماتيك من بم عدت اللاشين قالوا نظري ما جابر التطبيق وحولت شعرها بالنسبة التكوين المهني أصلاً هاي الشباب اللي جيل تكون مهني عندهم نظر اللولا هاي بورس يعني هو ما هو جاي يتكون جاي لك ترينشة لبورس دور كلهم أول نظرة عند واحد منهم دور ياك بورس بورس هو بعقلهم شوف واحد ما يطلع يني جي يوم بورس تشوفوا وطالع دور بورس يقال هذي المشكلة ما حاولتوا تم تعرفوا شنو سبب الشباب لا نقول لك شبب لا نقول لك سبب لا نقول لك سبب سبب هاي نعم شوف هو التكوين نصلاً كان يجي في لاحد حد خسر قرايته ها شوف واحد يعدل عن ترمينال يني جي لا يطرح دوسية ينقال له يعدل عن دومان دومان ويقال منه يعدل عن ترمينال يعدل عن دومان ما يجد يعدل دومان يعني ما عندهم المستوى ما عندهم ما يجد يعدل عن دومان نصلاً يجي في منذ ترمينال ينقال له يمكنك ترمينال ينقال له يقدر عن دومان ينقال له يقدر عن دومان وصانتر أصلاً يجو فيه لأحد شين قال له معتله خسارة قالت معتله وأكثر في شي عدلوا في شي نقال لهم شي دوره بورس شو صانتر بي مهن هون بطار شيني ننحد عدل مكاني وعدل سودير إذن لا يتقول لا يتقول لا يتقول سيد سليمان عن فن بعض الكثيرية من الشباب ما هو جدي في التكوين ما هو جدي لا نعطيك مذل نعم هو خالقون ديمة تيه ما يبقيهم حد شين قالوا لما سونيري سودير والنجارة هاي وارك أكثر الشباب هون فطار حالي نين عدلو نين عدلو نين عدلو لا ينطرحوا لا لس فور لي جاي عدل هاي عدل فور الكاندداتير شوف أكثر رجال والعليات مترشحين كل ما عدل لك مكانيك مكانيك أوتو إلكترسية إلكترسية بطيبان سودير ما يجوه وارك عندنا نقول لك بلا أنا نكلم معك نجارة لسنتين والله لسنوات ما تنقبلوا تلميذ بما يدوروهم ماذا قالوا اي أحد من تلميذ. ماذا قال؟ أنا اليكتريسيان بطيبانة شحية ليس لذلك سنتين قسم أني يدورو من يلصر لسنتين ورسوطه لمن يطبق معه يدور للبضو ماذا قسم إنه كفرات ketua مكانيك وطار شحية ردال وقد شاكلوا الدولة ليس رغي من دولة يجب ان يلصروا عليه يلصروا خطواتك ونحتلوا خلال السنترات أنا ولأنتم معه أنا لدي أمباك كثرة ومعينة نوامبتار كان عندنا بورس شك 3 ملوكي الناس ما أمت عدلتكوين أضعك سبيل الميزال هون عندهم دي ماليان سيدة زيت رانجي دي ماليان سيدة زيت رانجي أرامي عندهم شي عدلوا يقبروا الحديد يقطعوا ويسودوا أرامي عندهم مالكين ديارهم مالكين ديارهم أكثر نقطة لا يعطيك الشباب الشباب منهم انفتتش وشنغالوا المنصة المنصة هي تلفة منصة البنكيلي هاي أكثر فيه الشباب واركة معدلينها كله ما عنده منصة بي يبقوا لا استراحة نقول لك الشباب ما يقوي ما نو ما يقوي شنغالوا تكوين مهني نعم ولا يجعب الخط اللي قاتبنا كانت تعدل شنغالوا آآ كوزين هاي رايه قاتبنا رئيس نادي كذا وكذا تقيس تراسراهات ايو رسراهات اللي عندهم مهم ما عندهم شادات قيسيتم شغلي معهم تاكوين مهني تاكوين مهني فيتو هم عندهم دي ايدي لا ينقود نشغل في الدولة ولا نشغل في الشركة انت تاكوين مهني معدي لك ننت مرق ننت مرقاك سانتر نعم نانا نطبخ هاي نعدل الطبخ انجلس يو هايورا سراد شاقليني وما يقبروا قال واحدا ما ما لا تجيبهم تم تقصر قدحان ما لا تعدلها نختار سولاك انا سوال سيد سليمان صمدر والله لانا عدنا اسهبنا في مجال التكوين والله اليوم الشنهي الحلول اللي ظاهر لكم علنها تقفز بهذا المجال المهم وتعود نتائج التكوين ظاهر على السوق وظهر على الشباب وظهر على الحياة العامة في موريتان شوف لا ينقول لك شوف كيف تقول الحلول والله هاي الدولة من راسها الحلول عند الشاب اللي يقرأ الحلول ما عنده ما عنده الساد ما عنده المدير ما عند الوزير ما عنده الرئيس حلول ما انا عطيتك نحنا الشباب هون ما اهمنا الشوق لا ليرادته لا واحدين جاي انتو انا صاحبي عدلسان لا عدلسان ودوريك الترنيش انا جاي تدونه نعم انا دز اترانجي اسي سيدي ماليين اجانب اه اجانب ماليين يلقتوا الحديد وبانين ديارو وواتاتهم وني جا قديت المنصة اذا نتوعية الوعي يتوع لا فقط الوعي الوعي مهم انا لا يقول لك انا انا والدي انا اخطيه انا انا نحن نعضي عدد ماهي من عارزيزي عدد عدد 1993 حنما عدد عدد 1909 جدي لصنطر ونحن عن طريق على نحن لدي صدير لا يمكنك أن نعرف هذا نحن نعرف ماهي ينه عدد عدد نعرف ينقذ نعرف من الامور. نعم. هاو اللي متيا نقول لك هون. نحن لنفي اموا هاي لين قبروا الناس اللي يتعدل. نعم. ترشوحات. لين قال لك سودير. ما جبارنا الناس اللي يترشع فيه. نقال لك مليزيري ما هو خالب. إذن ما جاي وحب. ما ما يدوروها. ما يعرفوا قيمته. ما يعرفوا قيمته. طبخ. والطبخ. نعم. والخياطة. والخياطة. رأي ما تسلم واحدة من تمرقن عنده الخياطة. ها. لقيت اكبر ما كنا ندير دارة هلا. ما يجي احد يقل دارة بمئة وقلقة ما يعدلوه. إذن شكرا لك سيد سليمان اللي يعطوه الكلمة للشيخ والفروي. فضلوا. طبعا استماعت المداخلات الشباب اللي عاد عندك عليها تعليق تفضل. آآ شكرا. أنا اسمعت رجال الشباب كامل. ترار كلاف على البيضة اللي يبقي الشباب لا يبقي الشباب. دائما كل اللقاء كل رواية خرجت. يقولوا فخامت رئيس الجمهورية. قال على نهاية المؤمورية مؤمورية الشباب. قال هما. للاسف ما هم فاهمين شنو معنى مؤمورية الشباب. مؤمورية الشباب ما معناها على الشباب يتم راقد. ها. الان يواعى على ذا اللي يدور. مؤمورية الشباب معناها على انكم انتم ما عودوا على المطلعة الثانية والله الثالثة يا كفا خامت رئيس الجمهورية يمدلكوا ما يدونين توصلوا المطلعة الثانية. فهو معنى مؤمورية الشبابية. ما معناها حد يتم قاعد ويحانوا. نختير ونقول لكم على ان الشمس. ما اتش يبس ما وش يمر قلها. حد. يدور يخلق. اخلقوا. هاي الطفلة اللي قاتت اعلنها في سانتر اقرات وليلأسف خسروا لها سنتين معا. ها ما قطع لبي حد سابقا للي قات. انا منين ندخل في سانتر. ولا نجبر اللي ندور. نناضل عن حقي. ننقيس السلطات اليدارية. ننقيس رابطة باء التلاميذ. نناضل إلينا نجبر. شي. دا تكوين اللي تخرجت عليه. إذن حد يقوم عراسو تو. حد يقوم عراسو. حد يقوم عراسو. هذا واللي هم عراسو. نعم. شي كامل عندي فيه الحق نقبله. نقبله. يقر نقبله بطريقة سليمة ومسقمة وصالحة ولا ضاءة حق وراءه مطالب. نعم. لحد شاكنه لا يجبار حقه بالقعاد. عود شريك بذا كامل. يشترك بذا كامل. افراد وجودك. نعم. يا شباب برضو وجودكم. بشي صالح. شي كامل عندكم فيه الحق. عندكم فيه الحق. خارق نقعدوا ماهو التكوين. نحن ندورو التكوين. عدلونا التكوين. خاصنا التكوين. يعني ألا نتخطاون مرحلة التكوين. يا اللي عندنا نخشوا مرحلة الاستثمار. عدنا يا الله نعودوا. نقال ذوك مشروع قدوة وتعود التلفزيزي جاية لا يتكلم عن مشروع قدوة معدل. التكوين التكوين الحكم تتخطاهم مرحلة التكويين شكرا. هل الأخطير أن نقول على الوزارة النفسها معي باخليش. قال احنا مزننا كبيرين في الكرش. اننا نختاروها تزيدنا اكثر. واذا اللي لا يتزيدنا به تعود مناقشته معانا. راهي اي مشروع والله اي دعم والله اي رواية جابت ما انا مستشارين فيها. ها? ما عنده روح. يا قير الحاج يقعد معانا. بخراس الاولويات اللي عندنا. يا قير لله تتقلب انتم عليه بشنو لا يقبل شاب مشروع لا عادنا موليش. ودائما نشوف هاي الشباب واحدين فيها لا انا لا ينفتح بوتيك. انا لا ينفتح كذا. موريتاني مشكية ملوحيدة في الحمار. يطرح هذا بوتيك. هذا متمييز. ما يطرح شاب مشروع ما وشم مشروع متمييز. مشروع لو كواها منعت على انه مشروع شاب. ويعود نمولاجي. كلمة فاطمة متصام بلعب خريج التكوين مهني في المحاضرة في تخصص النجارة واللحامة. ومستفيدة من مشروع مستقبلي. وشكر الاستاذ على جهوده. ساعة سنتين العدلت في صانتر. ونقولونه من المزال يدعمني الحمد لله حتى في زيارة للمشروع دارك. نعم. ومشروعك شنو اللي تخطينا عنه بسرعة. مرأة للنجارة واللحامة. نعم. تحية. من هذا الممبر اراني شاكر التلفز الوطني علي تحت الفرصة في ذا اللقاء. وشاكر الأعضاء وطاقم الترفزة كاملة. وقال للأخوة من هون. الشباب على أن نحنا هما ركزة المجتمع. ويالتنا نشاقل وحنا في روصنا. ونعتبعد عروصنا نحنا لذال ينظروا يموّلنا. نعم. أنا من نفو سنتين عدل نقرة. ونجبارة ثمرا. قد نرتكز عليها. نحلثها. ونقعد فضالها. يا قل انت مالت يا رقاج يتخصص في رواية. وشاطرها في الدار. ويتللوّد الحد يدعموا عليها. أنا من الخلق الحمد لله المستفيد المستقبلي. ووذناء الحمد لله استفاتي. قرأت ياسر من الحراج. أني في اللحام والنجارة. عملتك مراوت. وعندك وحلث سودير. وحلث مهنة مهنة رجالية. من هذا المنبار. نقول للشباب. على المياطم الجدد يعود عندهم الأمل. يعود ما يحانوا حد يجب لهم. يقل يعود هما من نفسهم. عندهم الأمل والطموح. باش يدعمهم حد على ذلك. وما انت قاعد في داره لك. ويجي تكمين ولا يجي إعلان ولا يشعار. يجيوا ويقفوا هنا نظروا عدالي. تعود خالق ينعطى لكش. وقال له من هذا المنبار لأخواتي. النساء. أعلنهم المات التي الحمد لله طارح لهم مشكلة. من ناحية الحمد لله أن نعيد وجودهم وفوزهم على الشباب. كرجاء. شكرا لك. كالنساء. من هذا المنبار نقول للجانب النساء. أنا روما وياسر زبوني يكتبوا نسبة لي. وأنا الحمد لله مشروع له أذر السنوات. وراني مستفيدة من الحمد لله من نسخة الرابعة. المستقبل والله. الحمد. وشكرا للرئيس. وراني راجعين من عند مولانا. أنا المؤمور يتعد حق حق الشباب. يقال اللابي نحن. يا ما تقلت أصلح ما وبجهود نحن. شكرا لك يا أخصر عزيزة. السلام عليكم ورحمة الله. أنا يقالي نفيسا متعابدي. واحدة من ولايتي الزمو. يا غير ما نبقي الشباب يتكلم في شي ما أتمنوا. هي اللي غيوري علي. أنا جيت هون جاية دعم السياحة المحلية. نحن كنا صرنا نمشو. شور الولايات. بالنسبة لنا نحن لتشير سقربنا الجزائر وقرب للمقرب. ونقصوا. شفنا عنا أدرار في ياسم من السياحة زين. وعدنا النعيمات نجو هون. ما عدنا نخال هون يغير هون لبرجات وهون الرويات كاملة. كنا نزقل ياسم لفعل الله. عدنا نزقل لا نصة. هون نختير الشباب يتوجه هذا اللي نقاله السياحة. هون السياحة ما يمعتاد به هزين. وذلي تكلف بسيط جدا. وهون ترجيس دايما لنقصوه. نقصوا لبرجات اللي هنا. يا غير ندور الشباب يعود ذا حق عنده. والدعم غير ما. والتالي حد ما شاف وجوده هو بعد قاعه شاف ذاته. ما دعمه حد. نعم. والشهادة ما هو حدها تشق. العود أنا ما شفت ذاتي. ما أنا يدعمني قا حدنا في شقة بني غير نقعدان وذيك يو عندي ذاك وذيك هو عندي رواية قاعدة فيه وننتج منها. الدور اللي يجي يعطيني شي. شكرا 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 لك. ما تعطيه للدولة. شكرا شكرا وصلت الفكرة. وصلت فكرتك تماما. والآن لي نبقاء مرة اخرى مع آآ فرقة اطار للفنون الشعبية وعرض غنائي جديد. تنظر ما زينا لي دعا ولا يرضى لي تنظر. تنظر ما زينا لي دعا ولا يرضى لي تنظر ما يرضى لي. تنظر ما زينا لي دعا ولاي يرضى لي تنظر ما زينا لي. المترجم للقناة موسيقى 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 وللفروي أيضا شكرا لبرقة أطار للفنون الشعبية والجمهور الشبابي الحاضر معنا الليلة في هذه الحلقة هذه تحياتي وتحيات فريق البرنامج والشكر أيضا موصول في ختام هذه الحلقة للسلطات الإدارية في ولاية أدرار وأيضا مكتب قناة الموريتانية والشكر كل الشكر لإدارة فندق نجم الشمال لاستضافتها لهذه الحلقة من برنامج مع الشباب هذه تحياتي وتحيات فريق البرنامج والسلام عليكم اشتركوا في القناة